اشتركوا في القناة 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 لها في هاد المسألة هادي دي السفون الحربية من أحسن العروض يعني اللي قدمت لأمريكا مع ذلك أمريكا رفضت ذاك الشي هادا كل جاءت لإيطاليا واحد شركة إيطالية هي اللي غتصنع لهذاك السفون وهاد الشي هادا ما جايش من فراغ هاد الشي كامل يعني فيه حسابات سياسية وانا قد نقول لكم شنو هاد الحسابات هادي للعلم هاد الشركة هادي بالضبط صنعت سفن حربية الفينيزويلا وباعت سفن حربية الفينيزويلا وهذا هو الأمر الأساسي علاش ديك القضية نتاع أمريكا أنها رفضت تصنع عندها السفون ديالها لحقاش إسبانيا وهاد الشركة بالضبط تعاملت مع العدو واللذود ديال أمريكا اللي هي فينيزويلا وهنا مباشرة أمريكا خدت موقف وقررت أنها تخنق وما تاخدش دك السفقة هاديك وتوجهت لإيطاليا وهنا كما كنقولو كما كنقولو الإسبان تخوى عليهم سطل ديال المبارد وهذا المسألة كيقولوه تخوى عليهم سطل ديال المبارد مباشرة من بعد ما عرفوا أن أمريكا قررت تخلع للك السفقة هذيك مبقاش قدام هالحلول بزاف يعني خسروا بزاف ديال الصفقات بقى قدامهم المغرب وبقاش قدامهم الهند وهنايا غادي نشوفوا بزاف ديال الأمور وهنا كان استغراب ديال الناس أنا بزاف فاش هدرت على ذاك الموضوع هذاك وقلت لكم بأن المغرب قرر يقتني واحد السفينة في نفس الوقت كنت قلت بداية نهاية الأزمة بين المغرب وإسبانيا وهنا ما كتبت في هذا الأمر هذا وفعلا هنا مباشرة من بعد ما يعني المغرب قرر يقتني ذاك سفينة إلا عرفت بأنه كين نقاشات وكين حوار ما بين إسبانيا والمغرب وما أخداش ذاك الخطوة من فراغ المغرب ماشي يعني واحد دولة اللي ما عارفاش أش كتدير ولا فعلا را عارفش كيدير وبطبيعة الحال ما غيمشي شي فرنك من المغرب الشي بلاصة ماشي هي هديك علاش لإنه هنايا كان نظرو على واحد القدر ديال الفلوس اللي ماشي سهل كان نظرو على 150 مليون ديال الأورو كي ما عارشوا الإخوان المغرب مؤخرا عنده بزاف ديال الأمور اللي خاصوا الدعم من بزاف ديال الدول وبالأحرى الدعم ديال إسبانيا الدعم ديال إسبانيا بالنسبة للمغرب مهم بزاف مهم يعني كنشوفوا الدعم ديال أمريكا كنشوفوا بزاف الدول ولإني هو مركز على الدعم ديال إسبانيا فعلا بزاف ديال الأمور مؤخرا طراز بين المغرب وإسبانيا وكانت تدعي للقلاق وبزاف ديال الأمور ولكن سبق وقلتها ورضتها بزاف ديال المرات وكنت كنقررها وكنقول بأن العلاقات بين إسبانيا ومن بين المغرب مش في صراحة تشي دولة منهم بجوش أنها تكون متوترة وهذا الأمر هذا ما جايش من فراغ بحكم الجوار بحكم تعامن والتعامن التجاري والشراكات اللي كينا بين إسبانيا وبين المغرب صعيب صعيب باش دك توطر لأن الدولتين هراها دكينا دكينا للمغرب ولا إسبانيا وعارف كل دولة عارف المصلحة ديالها بأنها كينا في الدولة الأخرى وخاء يعني يكون واحد الحقد ما بين الدول ولا واحد النقاش ما بين الدول اللي هو قديم اللي جايب سنين وإحنا عارفين هاتشي هذا وما قدش ننكره أن إسبانيا عندها موقف من دولة ديال المغرب ولكن وخاكك كيخصات سرطو بغات ولا كرهات وقلتها لكم هاد الأمر هذا وأكدت عليه فهنايا باش ما نخرجوش من الموضوع ديالنا أدي الرجع للسبب ديال المغرب أنه لجأ يساعد إسبانيا في هذا الأمر هذا وأنه قبل يقتاني عليها دكي سفينة كنجو السفون وولاد سفينة وحدة ما عرفناش علاش لأنه قدش يكون أمور اقتصادية ولا شي حاجة مو يمعلناش فهنايا عنده المغرب عنده هذا الأمر هذا خلاه كورقة ضغط باش نكونوا واضحين وهذا الشي هذا رمعروف يعني رباين هذا كان بقى كورقة ضغط اللي استعملوا في آخر لحظة وكي ما عرفتو وهنايا قدي نشير لكم ذاك القيمة اللي تأجلت وما تأجلتش من فارغ تأجلت البثار ديال الأمور وما زال غدي تكون إن شاء الله ذاك القيمة أنا عندي عندي واحد الإحساس أنها غدي تكون يعني بالأخص من بعد ما اشتت صفقة هذي اللي تناس ما بين إسبانيا والمغرب ديال اقتناء السفينة عندي واحد واحد الإحساس ديال أن ذاك القيمة غدي تكون إن شاء الله في فبراير كما كان مخطط لها وغدي إن شاء الله بإذن الله مباشرة من بعد ذاك القيمة هذيك قاع الأمور العالقة نبي البلدين وكين ملفات كبيرة اللي عالقة ما بين إسبانيا والمغرب كنقول أنها غدي تتحل وغدي تتحل يعني بواحد الشكل اللي غدي نقوله الصالح المغرب كتر من الصالح إسبانيا وغدي تشوفوا الإخوان وهذه الدراها دي يعني ما جايش من فارغ جبتها بزاف ديال اللي بحث وبزاف ديال الأمور فعلا هذا غدي تحليل تحليل ديالي يعني ما شي جبتو يعني من شي بلاصة يعني لي واحد زائد واحد يسوي إثنان وقتلكم مراها شكين وشكين لا هذا تحليل دردتو أنا وكان نقول يعني وجهة نظر ديالي أن من بعد يعني ما تدوز القيمة وأسبقوا قلتها لكم وقتلكم فاش كانت تقرت القيمة بنسبة لإخوان اللي كيتابعوا القناة وعارفين هذا الأمر هذا قلتلكم مراه يلدروا داك القيمة بالمغرب وإسبانيا لمشكل الحدود لا قاعد المشاكل اللي ما زالة عالقة بين إسبانيا والمغرب غادي تحل والمشكل الحدود راه ماشي سببو الوباء الإخوان دا بارا بدتكت توضح الأمور أكثر وأكثر كان بزاف ديال الأمور عالقة بين البلدين وإن شاء الله بإذن الله وقلتها لكم وعاويت تقولها لكم بزاف ديال المرات قلتلكم راه غادي تحل الأمور ما بين إسبانيا والمغرب وهد شي هذا يعني ضروري لإن ما يمكنش تبقى غادي إسبانيا في العناد ديالها وغادي في الخسارة لأن في الولو في الخار كانت شوفه إسبانيا كانت تخسر وكانت تخسر بزاف وخسرت بزاف وجاية أزمة اللي هي قاسية على العالم ما شغل على إسبانيا على المغرب كذلك وعلى إسبانيا وعلى قاعدة دول ديال العالم فقد ما يعني كانت تفاهم ما بين الدول المجاورة مع بعضياتها كانت غادي تكون أمور أسهل وغا تكون يعني الأزمة أخف هذا هو الأمر ونتمنى الخير من الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال حنا يعني كجالية وتحية لواحد السيد المتابع ديالي في القناة وإن شاء الله بإذن الله قريبا غتشوفه معاي في شيء مباشر ضروري لأن إنسان متقف وعرف بسردين الأمور واحد النهار كان نهضر معاي وقال لي واحد الكلمة بغيت نختم بها ونقولها لكم تحية لي زاكي عايش في الجنوب ديال إسبانيا ومقاول كبير وعنده مشاريع كبيرة وكان نهضر معاي واحد المرة وقال لي واحد الهضرة إحنا المهاجرين يعني إحنا محطوطين في واحد الأمر اللي هو فعلا يعني حاريش بالأخص فاشكي يكون خلافات ما بين دولة ديالنا الأصل وما بين دولة اللي كان قيمو فيها قال لي يا واحد الأمر قال لي بزر ديال الناس كيقولوا بإنا أنتوما المهاجرين يعني كتكونوا في ذلك الدولة هديك وكتنساوا الخير ديال بلدكم ولا العكس ولا كيقول كتنسا لذلك خير ديال 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 عايش فيها وكتمشي كتمين لبلادك أنا نقول لكم جوش حويش البلد ديالك هو الأم ديالك أنت مختاريتيهاش لأنك أنت تزديتي فيها وكبرتي فيها وعشتي فيها وبلا ما تختار يعني الله سبحانه وتعالى فاش كي حطك في البطن ديال الأم ديالك ما كتختارش ما كيكونش عندك خيار قتقولش أنا بغيت هديك الأم ولا بغيت ديال الأم ولا بغيت ديال الأم والبلد ديال الإقامة هو بمثابة الزوجة يعني الزوجة كتختارها فأنت الأم ديالك ما قدش تغيرها ولكن الزوجة ديالك انت اختاريتها انت قلتيها هديك الزوجة هديك بغيتها تكون زوجة ديالي أنا بغيت نعيش في ذاك الدولة هديك ولا بغيت نعيش في الدولة أخرى ولا تقدر تكون قدريتي واحد لمدة في واحد دولة وغيرتها ومشي شي لدولة أخرى كما كيطرق مع الزوجة ديالك نفس الشي فهذا هو يعني المثال اللي شبه لي به الحالة ديال المهاجر هو أن الأم ديالو كيكون عيش معها وهو ما اختارهاش باش يعيش معها لأنه بصيف عليه الأم ديالو واخخصو يتقبلها كما هي حيث git الأم ديالو والزوجة ديالو هو اللي اختارها وهو اللي بغي يعيش معها باقي حياة ديالو هذا هو يعني التشابه اللي بعين وه entrepreneur تتشعلاش دائمًا كتلقى المهاجر محطوط في واحد البلاسة اللي دائمًا كيلقى انتقادات سواء هضر جا مع الدولة ديالو والله جا مع الدولة لصدفاته دائماً كتلقى الانتقادات نازلة عليه تتمنى هاد الخبر هدا يكون لقاكم في أحسن الأحوال ويلعج بكم هالتحليل هدا متنسوش خليوا ليه التعليق ديالكم والأراء ديالكم تهموني جداً لأنه من هاك نستنتج الأفكار وبزف ديال الأمور شكراً لكم على حسن المتابعة ومشوفكم إن شاء الله فيديو أخر ومدع أخر تكونوا في أحسن الأحوال السلام عليكم